أهلاً فيكم برج العدراء فهنشوف شو هي توقعاتك العاطفية من أول الشهر إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً راح تكون للبرج الشمسي وقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج العدراء ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً القراءة عامة فيعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن راح يكون فيه ممكن رسالة بالفيديو أو إشي تحس أنه أنت بتنربط فيه أو بفيدك فاخد من الفيديو الإشي أو من القراءة الإشي اللي ممكن يفيدك ممكن تستفيد منه وترك الإشي اللي ممكن تحسها غير منطبقة أو سلبية أو يعني مش هم تستفيد منها لأن القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع راح نبلش بي طاقتك بعدين طاقة الحبيب أو الشريك وشو خطواتكم في المستقبل ونصير العلاقة بينكم بعدين ممكن نسحب كروت للتوضيح إذا حسين أنه فيه إشي بلنا نوضحه نبلش بكروت النصيحة لبرج العدراء أولا بالأبراج اللي عم نساوي لها قراءة عم شوف أنها كثير منغلقة على حالها وإنت أيضا يا برج العدراء كثير منغلق على حالك فترة مش عم متعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه كتوم أيضا بدك تحتاج بها الشهد أنك تقيم أولوياتك أو اهتماماتك وإذا كنت تركت هواية أنت بتحبها أو تركت إشي أنت بتحبه أو إرجع للإشي اللي ممكن يحقق لك التوازن بحياتك عم شوف عندك بفرص العمل أو في عندك فكرة جديدة كريتف أو فكرة إبداعية حاليا لدك تشتغل عليها أو بهالشهر هو الوقت المناسب أنك تشتغل عليها لأنه ممكن تحقق إشيات كتير إنجابية وبعدين ممكن تحس أنك تصلت إلى إكتمال بنفسك من داخل أو إلى انغلاق كارما بنفسك من داخل أي بروجيك أو أي إشي أنت بتسعى أو متفكر أنك تشتغل عليه إبدأ تشتغل فيه لأنه عم شوف عندك كريتيفتي فهالإشي اللي عم تشتغل عليه رح يقود عليك بثمار كتير إيجابية إذا عم تفكر بشخص أو عم تفكر بالماضي أو عم تعود بذكريات بالماضي ممكن تكون في يومك يعني عم تفكر بإشي بالماضي أشخاص بالماضي، أشخاص بالماضي، شخص بالماضي في حدا ممكن يعود أو فيه إشي ممكن يجعلك بهالفترة ووقت أنت ممكن مش عم تتوقعه أو ممكن ما تتوقع إنه يصير هالإشي ما أنه يعني أنت مجرد ما أنك تفكر بإشي معين هاي بتعتبر من طاقة الجذب أو مانفستيشن ففيه إشي عم تفكر فيه رح يعود عليك أو رح ترجع لك الطاقة اللي طلعتها بوقت أنت مش عم تتوقعه أوكي، بالذات إذا حسيت إنك انظلمت بإشي معين أو انظلمت مع شخص معين أو فيه شخص تركك أو قطعت تواصل معك أو مش عم تحكي مع شخص عم نشوف إنه رح يعود عليك بوقت أنت مش متوقع أو فيه شخص رح يفوت بحياتك بوقت أنت مش متوقع بالنسبة لطاقتك يا برج العدراء حاليا عم شوفك مش كتير متمركز عم شوف فيه إشي كتير عم تطلع عليها فيه أفكار كتير براسك عم تطلع عليها فيه أيضا عروض حب عديدة عم تقدم لإلك أشخاص كتير عم تنحط بطريقك بطريقك فرص عم تنحط بطريقك احتمالات عم تنحط بطريقك وإنت عم تفكر أمي الأفضل منهم لإلك عم شوف فيه تفكير أيضا وفيه عندك نية بالحكي أو بدك نوع من التواصل مع شخص ماذا حكيت لك فيه حدا رح يجي بحياتك بوقت أنت غير متوقع ورح يصير فيه تواصل أو كليك على طول رح يصير فيه حكي سريع ممكن البرج اللي رح يفوت على حياتك ممكن يكون هواي أيضا هنشوف أنت الأكبر من هالشخص أو الماضج أكتر من هالشخص ممكن طاقة حبيبك وممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي برج ترابي بس بتوقع الطاقة الترابية بكون تكون طاقتك مائي هوائي ممكن عم تتعامل مع برج السرطان ممكن عم تتعامل أو أي برج آخر بس يعني في عندك السرطان هون الشخص اللي عم تتعامل معه كتير مركز على الحب كتير مركز عليك أنت أيضا لأنه في عنده ورود حب عم يحاول يقدمها لإلك وبيعتبرك سلمية هالشخص عم هو عم يحاول يقدم لإلك عرض حب ولكن متوقع أنه من ضمن عدة ورود إجيت لك أو رح تجيك يا برج العبراء لأنه أنت في وضع بدك تختار بما أنه هالشخص في عنده إشي بده يقدمه يعني إشي واحد بده يقدمه كاسة حب كاسة مشاعر اعتراف والحب تواصل بس أنت محوط بكتير اختيارات بدك تختار منها من نسبة لطاقتك المستقبل عم شوف أنه أنت في فترة تقدم أو بدك عم تشتغل بفترة تقدم عم تحاول تتجنب الدراما أو عم تحاول تتجنب الصراع بحياتك لأنه عم شوفك بالمستقبل من فترة هدوء رح يعني رح يجيك بالمستقبل رح تمر من فترة هدوء إلى فترة مشاحنات من حكي إلى فترة منافسة قوية أيضا لأنه هذا ممكن يكون منافسة بالمجال العملي ممكن يكون بما يخص الفكرة أو المشروع اللي أنت عم تحاول تقدم أو ممكن يكون حتى بما يخص هالشخص اللي بده يقدم لك عرض حب ممكن يكون في منافسة ممكن تمر أيضا بمنافسة أشخاص عديدة رح تقدم لك عروض حب في أشخاص أيضا إذا اخترت حبيب أو إشي في أشخاص مش رح يعجبها هالإشي رح يكون في منافسة وفي صراع فمن فترة هدوء الأمور عندك رح تختلف ورح تتغير بسرعة رح تمر بمرحلة نزاع وكونفلكت إلى أنه عم شوفك أنت في هدف براسك وفي طاقة تقدم أنت يعني مركز على هدف ومركز على إشي معين وما بتوقع رح تأثر عليك هالشوشرات الجانبية لأنه أنت اللي تطمح لإذا والأخير هو وثبات التزام وارتباط جاد علاقة جادة بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون شخص ما عنده صبر كتير لأنه عم يحس يعني بالمستقبل أم شوفه يعني حط مجهود ولكن بيحس أن المجهود مش رح يرجع لي بالنتيجة اللي هو بدي إياها وبيندر للأغور وبدو الوضع معك يكون في شوي من الصداقة أو شوي من العفوية أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه أصغر منك بالسن وأنت أكبر منه بالسن لأنه أوراقه صغيرة فهالشخص بده ممكن يكون مش كتير أو أنت بتحس إنه هو مش كتير جاد بعلاقتكم مع بعض أنت كتير متردد بأنك تقبل عرض الحب اللي عنده أنت بتعرف إنه هو عرض حب صادق ولكن بنفس الوقت بتعرف إنه هالشخص ممكن مش كتير تعتمد عليه لأنه من النوع اللي بيلل بسرعة أو من النوع اللي بيتعب بسرعة ما في عنده الصبر اللي أنت موجود عندك أو الاستمرارية اللي أنت موجود عندك يعني فممكن يكون أيضا برجناري اللي عم تتعاون معه وطاقته كتير أو شخص ما بيحب يقعد بمطرح واحد فترة طويلة فأنت مع إنك بتعرف إنه هو مشاعر يعني صادقة إنك مش متأكد كم راح تدوم هالشاعر كم حدها شهر شهرين وبعدين الشخص راح يمله راح يقرر إنه خلص إذا إذا العلاقة ما كانت لأنه هو بندين أنه هو بده إشي كتير فن بده إشي دائما يكون مرح دائما يكون فيه احتفالات فغم ينظر إلى العلاقة من الجهة واحدة وأنت عم تنظر العلاقة من جهات متعددة أكبر يعني هو عم يشوف الجهة الإيجابية منها وفقط بده الجهة الإيجابية وأنت عم تنظر إنه هل ممكن هالشخص يستمر معك حتى لو الأمور كانت مش منيحة أو مش إيجابية هل مستعد إنه يحط مجهود بالعلاقة فهي أسئلة إنت بتسألها لحالك بدنا نسحب الكروب توضيحيا نشوف نشوف هالشخص هل راح ياخد خطوة تجاهك أو هو لأنه في عندك هون برج هوائي في عندك برج ماري أيضا فبدنا نشوف البرج الماري هل راح يقوم بخطوة تجاهك أو هالشخص راح يقوم بخطوة تجاهك لأنه إنت عم شوف كتير أو كتير منطقي بدك إشي ملموس لا بدك أي علاقة عابرة أو هالشخص بده يعني بده إشي فن ممكن تكون أنت اللي أكبر من هالشخص وهالشخص عم يحس إنه غيره مستعد أيضا إنه يفوت بعلاقة إيجابية فهالشخص أوكي الشخص اللي عندك هون بيحس إنه إذا أعطاك مشاعره رح يأثر على وضع المادي وهو حالياً عن يحاول يبني وضع المادي أكثر فمشان هيك هو بده الأيور تكون بينكم بسيطة أو عفوية لأنه بيحس هو أهداً هالشخص عنده مخاوف عنده مخاوف من إنه إذا أعطى للعلاقة اهتمام كتير عالي أو إذا أعطى للعلاقة وأعطاك إنت وفتح لك قلبه ممكن إذا تركته أو إذا فشلت العلاقة رح تأثر على جوانب أخرى من حياته رح تأدي إلى التاور كالها رح تأدي إلى رح تنهدأ الأساسات عنده ونضمها الأمور المادية والأمور المادية كتير مهمة عم شوف لها الشخص لأنه غم يحاول يبني حاله فهو مجان هيك غير مستعد بتوقع هو أصلاً أيضاً غير مستعد لأنه واحدة من الأسواب اللي هو غير مستعد اللي هو مادياً ويحاول يشتغل على حاله أكتر لأنه يعطي اهتمامه تام للعلاقة وإنت بدك شخص يعطي اهتمامه تام للعلاقة طيب بلنا نشوف العلاقة بينكم هل رح تنتهي إلى ارتباط جدي ممكن يكون مش زواج أو قطوبة ولكن هل رح ينتهي إلى ارتباط جدي هل هالشخص رح يقرر إنه هو بالفعل ينظر إلى الأمور بطريقة جدية أكتر فخلينا نشوف بالذات إذا هو برج ناري اللي عم تتعامل مع الأبراج النارية ما بتحب تنربط بعلاقة أو إشي مثل هيك فلننشوف حتى الأبراج الهوائية بس الأبراج الهوائية عادة بتكون طاقتها شوي أهداً من النارية النارية بتكون إجراسيب طيب فهالشخص رح يختار أو رح يقوم بقرار لأنه في عندك فرح يصير في حكم بداية عاطفية جديدة فهالشخص اللي منكم اللي مش عم تحكوا مع بعض رح يختار قرار هالشخص بأنه يقوم بخطوة تجاهك والغالبية إنه الشخص اللي رح يجي تجاهك هو برج ناري ممكن يكون في عندك عدة اختيارات ولكن الشخص اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لأنه حالياً عم حس إنه هو عم يحاول يرتب الأهور ما بين وضعه المادي ما بين وضعه العاطفي ولكن عم شوف بآخر المطاب هالشخص رح يختار قرار بإنه يكون معك أيضاً ممكن تكون واحدة من الأسواب اللي هو لسه صعب عليك قرار إنه في بينكم بعد بالمسافات لأنه جزء من قلب تحكي عنه ممكن أنت في بلد وهو في بلد آخر ممكن تكون كتير بعيدين عن بعض ولأنه رح يقوم بقرار هالشخص بأنه يجي ناحية تكون ممكن يكون حكي ممكن يجي يحكي معك أو ممكن يسافر لحتى يشوفك أي كانت طريقة إلى إنه الهدف منها إنه بداية عاطفية جديدة معك Ace of cups فهو بده يبدأ صفحة جديدة أو بداية عاطفية جديدة تكون جدية تكون الفونديشن تبعها أو الأساس تبعها استمرارية عمشوف الوضع يحيكون كتير إيجابي بالمستقبل وكي حوايوي برج العذراء بتمنى القراءة تكون فادسكم وحبيتها إذا حبيت القراءة لا تنسى تحوط للايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفك في فيديو القادم شكرا لكم جميل ترجمة نانسي قنقر